ذكر بيان أن قدات محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب تهمات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن لجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها يوم 26 من يناير ورجح مسؤولون في جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة